في نهاية فقرتنا الإغبارية عندنا قراءة للمقال تحدثت المقالة السابقة عن أرشليم أي القدس أيام يشوع النبي الذي خلص أهل مدينة جبعون من خمسة ملوك آتيين عليهم بعد أن هزمهم وقتلهم جميعا وفي أيام ذلك النبي أيضا سكن اليابوسيون مع بني إسرائيل وفي أيام القضاء نسمع عن الملك آدوني بازق وقد أخذت مدينة أرشليم وحرقت بالنار وعاش فيها اليابوسيون مع البنياميين ووضع فيها داود النبي رأس جليات الجبار وأدواته وفي أثناء ملك داود النبي جعل أرشليم عاصمة حيث بنى لنفسه بيتا وعد لبناء الهيكل أما ابنه سليمان النبي فقد ملك أربعين سنة على أرشليم وبنى فيها الهيكل وبيت الملك وسورا حولها وصاهر سليمان فرعون ملك مصر وأخذ بنت فرعون وأتى بها إلى مدينة داود إلى أن أكمل بناء بيته وبيت الرب وسور أرشليم حولها كما بنى قلعة وسد شقوق مدينة داود ويصف لنا يوسفيروس المؤرخ اليهودي السور الذي أقام سليمان بالسور القديم وهكذا صارت مدينة أرشليم إحدى المدن التاريخية المحصنة وإلى أرشليم جاءت ملكة سبأ لترى عظمة سليمان الملك وحكمته وتسأله عن بعض الأمور فقالت للملك صحيحا كان الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي فهو ذا النصف لم أخبر به زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته طوبة لرجالك وطوبة لعبيدك هؤلاء الوقفين أمامك دائما السماعين حكمتك وحدث بعد موت سليمان النبي الملك أن ملك ابنه عفوا رحب عام الذي كان حدثا فانقسمت المملكة إلى قسمين اليهودية وهي لسبت يهودة ولنصف سبت بن يمين وإسرائيل وهي للتسعة الأصباط الباقية والنصف الآخر من سبت بن يمين وكان سبب الانقسام أنه بعد موت الملك سليمان جاء الشعب بقيادة شخص يدعى يورب عام إلى رحب عام الملك يطلبون إليه تخفيف الشدة عن الشعب فقالوا إن أباك قصى نيرنا وأما أنت فخفف الآن من عبودية أبيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي جعلوا علينا فنخدمك وطلب رحب عام ثلاثة أيام لدراسة الأمر مستشيرا الشيوخ الذين كانوا يقفون أمام أبيه سليمان فأجابوه انصرت اليوم عبدا لهذا الشعب وخدمتهم وأجبتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الأيام ثم استشار الشبان الأحداث الذين نشأوا معه فقالوا له هكذا تقول هذا الشعب الذين كلموك قائلين إن أباك ثقل نيرنا وأما أنت فخفف من نيرنا هكذا تقول لهم إن خنصري أي إصبع الخنصر أغلط من متن أبي متن الظهر مكتنفا الصلب عن يمين وشمال من عصب ولحم يقصد أنه أقوى وأقصى من أبيه والآن أبي حملكم نيرانا تقيلا وأنا أزيد على نيركم على نيركم أبي أدبكم بالصياط وأنا أقدبكم بالعقاب صياط لها كرات حديدية تمزق الجلد الجلد بشدة وتسمم الجسم وتميته وتبعى رحب عام مشورة الشبان دون مشورة الشيوخ الحكماء وحين جاء يارب عام وجميع الشعب إلى رحب عام في اليوم الثالث أجابهم بشدة وقصوة مما أدى إلى انقسام المملكة فلما رأى كل إسرائيل أن الملك لم يسمع لهم رد الشعب جوابا على الملك قائلين أي قسم لنا في داود ولا نصيب لنا في ابن يسا إلى خيامك يا إسرائيل الآن أنظر إلى بيتك يا داود وذهب إسرائيل إلى خيامهم وأما بنوا إسرائيل الساكنون في مدن يهودة فملك عليهم رحب عام وهكذا لم تعد أرشاليم عاصمة موحدة إذ انقسم الشعب الواحد إلى شعبين أما إسرائيل التسعة أصباط ونصف صبت بن يمين فقد تبعوا يارب عام الذي أضلهم عن عبادة الله وأعادهم إلى عبادة ألهة أخرى لأنه خاف أن يصعد الشعب إلى أرشاليم والهيكل للعبادة فينشق عنه أما أرشاليم التي صارت عاصمة لليهودية صبت يهوزة والنصف الثاني من صبت بن يمين فقد كان بها الهيكل واستمرت بها عبادة الله وما يزال الحديث أو حديث القدس يأخذنا والحديث في مصر الحلوى لا ينتهي ده كان مقال نيافة الحبر الجليل أبا إرمية الأسكف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثودوكسي الحقيقة من المصر اليوم وزي ما شفنا سيدنا دايما بيمتعنا بكلماته ودايما بيزدنا ثقافة